هلا فيكم اصدقاء قناة جودتوين زي ما انتم شايفين اصدقائي لا تعرض وحداتك الاعلانية لانك لم تثبت صحة عنوانك رقم التعريف الشخصي اصدقائي قصة بسيطة وسهلة تمام حاليا الاعلانات ما بتنعرضش لا في الموقع تبعك ولا في القناة زي ما انتم شايفين في هذا الاحساب طيب تمام خليني ننزل شوي زي ما انتم شايفين اصدقائي هانا بقول لك يا سيد العزيز بدو البن ومعك مدة 3 شهور او 4 يا سيد العزيز في 3 شهور او 3 محاولات بعدها بتقدر تعمل اسبات الهوية تمام لكن لو بدك تستنى انا والله عن نفسي في هذا الاحساب مستنى كابشا الي تمام وما وسطش اي حاجة فعشان انحل المشكلة هذه يا جماعة بدأ اجي بدأ ادخل على الصفحة هذه تمام طبعا الرابط هيكون موجود في الوصف تبع الفيديو زي ما انتم شايفين اصدقائي اسبات ملكية حسابك تمام هانا بقول لك عم شو الاسم الاول بدك تكتبه والاسم الثاني والايميل تبعك والبريد الالكتروني كمان السانوي انكم موجود هانا يا عم بقول لك يرجى اختيار خدمة جوجل المتأسرة تمام زي ما انتم شايفين اصدقائي تمام هل هو جوجل ادسنز طيب تمام هانا بقول لك بدي معرف الملف الشخصي لحساب الدفعات خليني ندخل على جوجل ادسنز يا جماعة تمام زي ما انتم شايفين لو دخلت على قسم الدفعات بالشكل هذا تركزوا يا جماعة كويس لو انتم لاحظتم اصدقائي تمام رقم تعريف الملف الشخصي للدفع هذا هو يا جماعة هذا هو الرقم تمام انا من وين وصلت له بالزبط اجيته دخلت على قسم الدفعات تمام وانزلت لتحت يا جماعة ضغطت على الاعدادات لتحت تمام وظهر معي القسم هاد طيب ممتاز خلصنا يا جد اخذنا الرقم وكله تمام خلينا ندخل على الصفحة هادي من تاني بدنا نضيف الرقم هان تمام بعد ما نضيفه كله تمام بقولك يا عم لو سمحت تصور للهوية تبعتك بصلاة محمد تصور هويتك او جواز الصفر تبعك او اي شيء حكومي يثبت العنوان مكان الاقامة الدولة اللي انت فيها يا عم تصور له حتى لو ورقة اجار يا زلمة المهم بتضيفه هان تمام وهنا بقولك هل يزرع عنوان المنزل على الجهة الامامية من بطاقة الهوية بتقوله نعم بالشكل هاد وبتضغط رسال المفروض والطبيعي لو انت بعدت الملف هذا بطريقة صح خلال ساعات يصلك جيميل من جوجل ادسنز تمام جيميل من جوجل ادسنز يأكد العملية ولو اتأكدت العملية هادي يا جماعة تختفي معكو وهادي يا سيد العزيز كمان اللي تحت رح تختفي كمان معك سيد العزيز لهو اثبات صحة عنوان ارسال الفواتير اتمنى اصدقائي طبقوها بالفعل الله يعطيكو الف الف عافية